السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بها ان شاء الله بإذن الله اليوم هنتكلم معاكم على زراعة العنب بالبزور طبعا انتو عارفين ان العنب الاحمر الكبير ده في عنب ابيض وعنب احمر بيبقى فيهم بزور بالشكل ده تمام اه اه البزور هيا جماعا شوفوا بعدما طلعناها دي البزرة اللي فيه جوها اللي احنا مطلعينها هنا كده تمام ننزل البزرة هنا هاو بيبقى فيه من اربع لخمس بزرات وساعات تلب بزرات تسعب بزرتين على حسب الحباية وعلى حسب حجمها وعلى حسب البزور اللي فيها تمام البزرة ده كل بيطلع حتى لو البزرة يعني لو حباية العنب صغيرة وفيها بزرة واحدة بيطلع كل البزور دي فيها حيوية تمام كل البزور ديا فيها حيوية تمام هذه حباية كمان نخرج منها البزر قدامكم اهي شايفين كده يا جمعة اهو تمام النهاردة بقى احنا هنزرع قدامكم دي التربة اللي هنزرع فيها تربة بطينية يا جماعة تمام؟ تربة بطينية واخدينها من ارض تتزرع تمام؟ يعني ما هو لازم اما تكتزرع في ارض تربة بطينية بالذات تاخدها من ارض تكون تتزرع يعني ما تزرعش ليه؟ يعني حتة مثلا زي كده حتة جاردة زي دي لا لان باختصار الترب ده بيبقى ملح وعمل نسبة ملوحة كبيرة فبالتالي مش هي ايه؟ مش هتنتج يعني او مش هتطلع في حاجة هيبقى طراب بسام او طراب يعني فيه عناصر سقيلة مش هينفع فيه اي زراعة فيها هنزرع قدامكم ونوريجوا هذا البزور اه يا جماعة تمام؟ هنخذ منها بقى بروحة كده اهي ونوزعها بالتساوي في الانقة كله كده بالتساوي كده كله جماعة تمام كده اهي 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 كده كده يا جماعة تمام كده تمام كده زراع نكون البزور ودوقت هنوريكوا احنا كنا زراعين قبل كده ونوريكوا البزور لما تلحت نغطيهم بطبقة خفيفة من تربة طينية نغطيهم بطبقة خفيفة نرويهم نرويهم حتى تتشبع بالمية ثم نخروم بطبقة خفيفة من المية لنجمع المية لأنه يجمع المية فالبزور ستفقع وليس ستنبت فنجمع المية فنجمع المية فنجمع المية فنجمع المية فالبزور ستفقع تمام ثانية واحدة نجيب مية وخليكم معنا ودى المية هنبقى من جنب وبنروي نروي لحد ما تتشبع تمام ادي جبنة مية لتشبع تماما ونخلص تمام انا نقوم بحش بردو ونضع جزء من المية لتجمع المية لنشبع المية تمام كده اتشبعت تماما هيا بالمية بعد كده هنصبر لما التربة تشرب خالص وبعد كده نخرم بنخرم القصص بجاملين من الجنب من هنا كده بنخرم من الجنب تمام بنخرم مية من الجنب من هنا كده من الجناب مش من تحت من الجناب احسن وتعالوا نشاهد البزور المنبتة سوف يجعلكم معنا وده يا جماعة بعد منابتتها يعني كنا زرعناها قبل اللي نزرعها معكم دلوقتي فده البزور وهي من نبتة بصوا قدامكم كده شفين الجمال وعلى فكرة دلوقتي قد تصوره في سنة صغيرة دلوقتي كبرت وخلاص يعني دخل على الإصمار كلام دي بقى له سنة واحدة يعني دخل على سنتين شان ما نبقى كدبين دخل على سنتين تمام كده يا جماعة تمام وطبعا أهم معلومة أهم معلومة أن البزور تتزرع في مكان مظلوا لان لو تزرعت في الشمس أول ما تطلع وتشوف الشمس كده على طول وحنا في الوقت الحالي هتموت فلازم نحطها في مكان ضل لتبقى كذلك تمام ودي كانت تجربة تزرعت العنب من البزور تجربة ممتازة بصراحة تمام يا جماعة فيا ريت كل يجربها وبدل ما ترمي البزور ضيا تزرعها وممكن تزرعها فوق السطح تقوم الشغرة تتعود أنها في قصيص مكتومة ما تتعودش أنها في أرض مستديمة لأنها تطلع من البزور فتتعود على البيئة وعلى المناخ ده يعني هي تتعود على البيئة وعلى المناخ ده أي حد هيزرع العنب فوق الأسطح يزرع بالبزور ويزرعها في الوقت ده البزور يا جماعة تنفع في الوقت السمرة موجودة فيه ومعظم بزور الفاكهة تبقى حيويتها ليس كبير وانا لسه أتكلم بالذات على أشجار البن أنا رأيت واحد على تيوب يقول له هات بزور البن من المطاحم البن يغضر وحطها في مياه وزرعها لا 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 حيويت بزور البن تبقى عشرة أيام أكثر من كده مفيش فتزرع البزرة في نفس المعدة وما تركنهاش وعين تزرعها ليس هتطلع تمام يا جماعة تمام فأنت هتاكل البزرة على طول جماعة تمام وده كانت التجربة على طرعة العنب ويعني أرجو تكونوا استفدتم الفيديو وبرجوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرز وتعملوا زر الجرز على الكل كمان وتعملوا مشاركة للفيديو لأصدقائك عشان يستفادوا والله احنا بنعمل محتوى جماعة بنتعف في المحتمى في المحتوى وبنجربوا الأول قبل ما انطلعوا على الساحة عشان برضو محدش يقول يقول انت بتعمل محتوى كاذب كما كانت في ناس كدبة كده يعني تعليقات يعني ناس حكوضة كدبة تعليقات حكوضة فإحنا بنتغضى عن ده كله يعني ما بنتطرقش الحاجات دي حينا بنعمل اللي علينا وكشغل يعني وكمهندسين زراعيين وهي السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى